هل تحولت معاناة المواطنين إلى مصاقات دعائية لهوات الأضواء؟ سؤال تدى وله محللون عقب انتهاء لقاء موسع لمتضرر مواجهات حي الحصبة بين قوات الجيش والمجامع الميليشيوية في المراحل الأولى من الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن مطلع العام 2011 لم يتم التعود من قبل وزارة المالية التي قامت بوعدنا على أن اليوم سوف يتم تدشين بدء عملية الصرف ولكنها كذبة من كذبة سخر الوجه نفاجأ اليوم أن أمين العاصمي وعدنا أنه سوف يتم الصرف في بداية شهر أربعة أو هناك تكون احتجاجات سلمية نحن نطالب ببسط نفوذ الأمن قبل بدء عملية الصرف للتعويضات لأنها تعويضات كذبة في كذبة نحن يائسين من التعويضات نطالب بسط نفوذ الأمن خاصة عبر جوار وزارة الداخلية اللقاء الذي عقد بحضور أمين العاصمة كشف في جزء منه صورة جديدة من صور الاستثمار الدعائي الرسمي لقضايا المواطن وفي الجزء الآخر عن مدى استهتار العقلية السلطوية بكل ما له علاقة بموسطاء الناس سيما وأن اللقاء انتهى من دون تحديد آلية واضحة أو جدول زملي لتعويض خمسة آلاف أسرة تضررت منازلها في خضم المواجهات وهي العمال حقنا فارغة فارغة مدمرة خراب كلها خراب وتعتبر مصدرنا الوحيد مصدرنا للدخل الوحيد احنا ما امش معنا تجارة عبارة عن ايجارات فقط بدون من ثلاث سنوات وحماد الان مشاردين في الجلاف ساكنين مستاجرين ايجار بدل ما يكون صاحب ملك الآن مستاجر على بعد أمتار من مقر وزارة الداخلية يقع حي الحصوة وهو الحي الذي دفع سكانه فاترة باهظة بفعل الأزمة السياسية إذ أن مئة الأسر نزحت إلى خارج العاصمة في وقت تعرضت مئة المنازل لأضرار كبيرة فضلا عن فقدان مئة الأسر لمصادر دخلها أهم ما في النقاط أنه فعلا لن يتم صرف التعويضات ويتم عادة الخدمات إلا بعد خروج المسلحين من منطقة الحسبة وعادة الأمن والاستقرار وفرض الدولة لسيدرتها لهذه المنطقة التي فقدت الأمن منذ عام 2011 وإلى يومنا هذا الصدوم على المحلات التجارية وعلى الأملاكة الشخصية والعامة ما زال وهذا مطلب الناس جميعا في الحسب هنا لا شيء يشير إلى وجود حقيقي لسلطة الدولة والكلمة الفاصل لقادة الميليشية إذ أن هي الحسبة تحول إلى إقطاعية مشيخية خاصة ونقطة تمركز للمسلحين القبليين غير أن أحد قادة الميليشية لم يجد في ذلك ما يحول دون حضوره اللقاء ومطالبة الدولة ببسط نفوذها في منطقة تخضع لسيطرة مسلحي اشتركوا في القناة